باحتفالية رمزية شاركت فيها قيادات السلطة المحلية في محافظة تعيز عاودت كلية الطب في الجامعة تفتح أبوابها أمام الطلبة من جديد افتتاح كلية الطب وعودتها من جديد يعني نهضة القطاع الصحي نهضة القطاع التعليمي ستعن نفتاح الكلية أن نعمل نظام الآلي الشامل أن يكون ماجستير للباطنة والجراحة ندعو الجميع أن يعودوا إلى أماكنهم الهدف الرئيسي إنعاش المستشفيات علاقة القرحة كذلك العكاس تقديم الخدمات الصحية لكل القطاع الطبي تعد كلية الطب في جامعة تعيز أول كلية طبية إلكترونية في اليمن تدخل إلى نظام التعليم الإلكتروني الشامل لشعبها الثلاث الطب البشري والمختبرات وقسم التمريض وهو إنجاز لطالما تطلع إليه الجميع في ظل الواقع الذي تشهده البلاد بشكل عام حاليا بدأت التحركات لتعاقد مع مستشفى بحيث يصبح المستشفى الجامعي وترفضه الكلية بجميع الإمكانيات والمدرسين والأساتذة والطواقم نحن كطلاب مستجدين في الجامعة سرنا بافتتاح مبنى كلية الطب بعد أن تم قصفه من قبل مليشياتها الحوثي في جولة القصر حاليا بدأنا بالعملية التعليمية تم توفير لنا بعض الأشياء ولكن نأمل بتوفير للمستشفى الجامعي للطلاب حيث أنه شيء مهم وبناء المعامل المئات من الطلبة أبدوا سعادتهم بتدشين التعليم في مبنى الكلية الجديد والذي يمثل ركيزة أساسية لتسهيل ترق التعليم ليبقى الأمل معقودا هنا في إتمام تجهيز المستشفى الجامعي ليتمكن الطلاب من تنفيذ تطبيقات عملية للجانب النظري وهو ما وعدت به رئاسة الجامعة بإنجازه خلال العام القادم يمثل افتتاح مبنى كلية الطب في الجامعة رافدا أساسيا لسير العملية التعليمية لكنه من جهة أخرى تحدي آخر لعادة الحالة التعليمية إلى ما كانت عليها قبل زج الميليشيات المحافظة في أتوني حرب حمزة أمين قناة بالقيس تعيز